موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بالمشاهدين الكرام في قناة العراقية رمضان كريم عاده الله علينا وعليكم بالخير واليوني والبركات كما تعودنا في حلقاتنا السابقة أنه نستغل هذا الشهر الفضير في تقديم بعض النصح التغذوية والطبية اللي تنفعنا واليوم حبيت أركز على مرض مزمن مهم تجيني هواي استفسارات للعيادة وهواي استفسارات للصفحة مالتنا بخصوص الصيام وارتفاع ضغط الدم شوكت نقدر نصوم هل مريض بارتفاع ضغط الدم يستطيع الصم أو لا أخوان بالبداية أحب أكد على حقيقة وحدة أنه بالنسبة للصيام جميع الأمراض المزمنة اللي يكون مسيطرة عليها بالإمكان الصوم أما الأمراض التي لا يمكن السيطرة عليها يعني ارتفاع ضغط الدم مع تناول العلاج لكنه مرض غير مسيطر عليه لا نصح بالصوم أبدا الغرض من الصيام هو تصحيح حالة الجسم لطريقة معيشة ونمط وأسلوب غذائي أفضل وصحي أفضل وليس لشيء آخر طيب هنا يجب أن نسأل نفسنا السؤال التالي ارتفاع ضغط الدم كيف نتعامل معه؟ هنا نصير جلسة مصارحة قبل رمضان بين الطبيب الأختصاص وبين المراجعة يتم فيها تقييم الحالة المرضية للشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إذا كان ارتفاع ضغط الدم مسيطر عليه فإن الصيام هو طريقة مفيدة ونافعة لتصحيح كل هذه السلوكيات الموجودة بالجسم لأن الصيام سيخلصنا من الدهون الزايدة سيخلصنا من مشاكل الضغط المرتفع وسيوفر بيئة أفضل لمناخ ومناخ أفضل لاستقرار ضغط الدم لكن بشرط أن يتم ترتيب العلاجات بحيث يستخدم جزء من العلاجات أثناء الفطور وإذا كان متنوع العلاجات يعني أكو ارتفاع ضغط الدم يستخدم حبة واحدة باليوم أكو يحتاج إلى علاج مكثف اثنين أو ثلاثة فيتقسم العلاجات بين فترة الفطور وفترة السحور يبقى هناك أكو توصيات تغذوية نصحها بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم أولها الامتناء عن تناول المقليات والدهون وهاي حقيقة سواء كانت في رمضان أو بعيدة عن رمضان لأن الحقيقة التي وصلها الطب في كل الأمراض المزمنة أنه لا يمكن أن تحقق شفاء تام أو تحقق شفاء مستقر لجميع الأمراض ما لا يمكن هناك تغذية مناسبة فإحنا نريد أن نوضح بالنسبة للمقليات بالنسبة للدهون هاي منع تام في رمضان وغير رمضان حتى وأن طال فترة الصيام نعاوضها بعلاج وغذاء طبيعي يناسب حاجة الجسم هاي وحدة اثنين بالنسبة للمواد الجسم يحتاج إلى أملاح ما بين فترة الفطور وفترة السحور خصوصا أنه كثير من الأدوية فيها مواد مدررة على مدى تنزل ضغط الدم فإحنا نحتاج نعاوض لكن ليس بشكل مبالغ بي الجسم يحتاج الكمية المناسبة إليه وهذا الطبيب يحدد الهيال ووضح الهيال للمراجعة اللي موجود عنده ارتفاع ضغط الدم كذلك يجب أن نعرف قضية مهمة غالبا غالبا مريض ارتفاع ضغط الدم ما يجي نبي بس إخوان ارتفاع ضغط الدم كثير عندنا يكون مصاب بالسكري مع ارتفاع ضغط الدم أو يكون ضغط الدم مع سابقا صاير عنده لا سمح الله احتشاء العضلة القلبية أو ضغط الدم مع مرض مزمن آخر أو السمنة أو غيرها لكل حالة خصوصيتها فإحنا يجب تقييم هذه الحالة كلها واستثمارها بشكل صحي أفضل صار عندنا نتجنب المخللات نتجنب الطرش الزايد نتجنب الدهون الزايد ممكن استخدام اللحوم البيضاء بدلا عن اللحوم الحمراء ويفضل بالنسبة لارتفاع ضغط الدم أن يستخدم ملايق لعن مرتين السمك السمك حتى دهون السمك نفسها بها كمية مناسبة من الأوميغا 3 التي تساعد في تخفيض مستوى الدهون الثلاثية وأيضا مستوى الكوليسترول في الدم فهذا الشيء يكون مفيد جدا لمرض ارتفاع ضغط الدم إضافة أنه نحتاج إلى القليل من المكسرات كمية معتدلة لا تتجاوز بين 8 إلى 10 حبات من المكسرات لكن بشرط غير مملحة وغير مقرمشة يعني لا ملحيها ولا مقليها بالدهن هذه المكسرات تكون نية كم حب جوز كم حب لوز تكون نية يعني نسميها غير مملحة وغير مقرمشة خالية من الدهون بالإضافة إلى أن ننصح أنه يتناول ما لا يقل عن مرتين بالأسبوع كمية مناسبة من البقوليات إضافة لهذا كله أن يتناول كمية من المياه تساعد في استقرار حالة الجسم نحن نحتاج بالنسبة للإنسان الاعتيادي يحتاج ما بين لترتين لترتين ونص لتعويض فترة الصيام الطويل فنوزها على شكل أكواب من الماء ما بين فترة الفطور إلى فترة السحور لا بأس بأن يستغل ساعتين ما بعد الفطور أو قبل الفطور بعملية المشي المشي يخلي رياضة مريحة يتخلي الدم يوصل إلى جميع أطراف الجسم ويشعر بنوع من الطاقة الإيجابية التي تفيده وبالنسبة للعشاء مات إحنا مثل ما تفضلنا سابقاً يمتنى امتناء تام عن الدهون هذه الفترة ما بين الفطور والسحور يتخللها بقليل من الفاكهة أو فاكهة مع زيادة كمية الخضروات الخضروات مفيدة إليه ولجب أن لا ننسى نهائياً بالنسبة للسحور أو أثناء الفاكهة استخدام كمية الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز جداً مهم وكذلك المشمش فممكن يستخدم حبة واحدة من ثمرة الموز أو المشمش يكون توليفة كاملة بالنسبة للصائم اللي هو عده ارتفاع ضغط الدم إذن إحنا رح نستخدم الغذاء الصحي بالنسبة للدهون ما نستخدم إلا زيت الزيتون الطعام مالتنا نوعية الطبخ تكون يا أما شوي أو سلق نمتنع عن الدهون المهدرجة أو الدهون السيئة للجسم ونستغل تناول الدواء ما بين فترة الفطور وفترة السحور إذا تابعنا كل هذه الخطوات مع خطة صحية وإيقاع مناسب لارتفاع ضغط الدم مع المراقبة إحنا ننصح بالنسبة لللي جديدين في عهد الصيام أو اللي يريدون يتأكدون من كمية السيطرة عليهم ننصح بمراقبة الضغط وإذا كان سكري أو ضغط إحنا مرة بالضبط نقدر نقيس الضغط قبل الفطور ثلاث ساعات بعد الفطور وقبل السحور من أجل سلامة وصحة أفضل إذا الغرض من كل العلاجات أو التغذية المخصصة اللي نسويها هي شغلة وحدة أنه نحصل على صحة مستدامة وقوام سليم يحقق نزول وزن ويحقق الاستثمار الصيام بشكل أفضل الشي الأخير اللي أرد أختم بهاي الحلقة أنه إحنا بالضبط الصائم مثل اللي سواله قصر بالجنة مثل اللي سواله يجب أنه بعد فترة الإفطار مو يستغل العيد لي أنه يقضي على النظام الغذائي ماته يستمر على النظام اللي يحتوي على غذاء الصحي والرياضة من أجل قوام سليم وصحة مستدامة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الضغط الدم وعوامل أخرى مرضية كالسكري إحنا ننصح هنا في فترة الإفطار ونحصل الرخصة رخصة الطبيب إضافة إلى الرخصة الشرعية أنه يكون المرض المرضين المتوافقين مسيطر عليهم بالكامل حتى يحقق صحة مستدامة وبهاي الأثناء هاي الخطة هي خطة يتم دراستها ما بين المراجع وبين الطبيب من أجل سلامة أفضل أكد السيطرة أنه تكون مسيطر على الضغط ومسيطر على السكري وكمية العلاجات تتوافق مع فترة الصيام من أجل صحة أفضل وقوام أجمل ترجمة نانسي قنقر